في السرع الحكومي السفير الإيراني يضع في عهدة الحكومة مساعدات للاجئين السوريين القانون الانتخابي كان مدر بحث بين رئيس الحكومة ناجب ميقاتي وعد تكتل التغيير والإصلاح النائب ألاعون الذي جددت تشديد على أهمية اعتماد قانون اللقاء الأرثوذكسي مؤكداً الاتفاق مع ميقاتي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ووفق قانون جديد قائم على النسبية نحن أمننا أكتريه لإكتراح قانون اللي بدي يوقف عجلة سير اللقاء الأرثوذكسي بدي يطرح قانون على الأقل بعمل مستويه ومقبول ويأمل له إجميع بالبلد نحن حبين يكون في إجميع ولكن مش عملت لنا عقدي أبداً أنه نروح نصوت على قانون مأمن له أكثرية خاصةً أنه اللي عم نطرحه منه إقصائي لحده اللي ترحينه بيعطي كل فريق حقه ولهالسبب مش مستعدين يعني نخضع لأي تهويل وسائرون بعزم نحو التصويت على هذا المشروع عندما تستنفد كل الاتصالات والمدى الزمني طبعاً للمشاورات ولني أشيت هو مدى محدود جداً في الوقت وفي السراي عرض ميقاتي مع السفير الإيراني غداً فرق أبادي لآخر التطورات الدولية والإقليمية كما بحث معه في تأثيرات الأزمة السورية على لبنان وفي موضوع النازحين السوريين حيث أعلن أبادي وضع مساعدات إنسانية لهم بتصرف الحكومة قدرها 30 ألف حصة غذائية وبطانيات ترجمة نانسي قنقر